بسم الله الرحمن الرحيم والإقرار وحده لا يكون إيمانا لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيمانا لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين قال الله تعالى في حق المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكذبون وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم والإيمان لا يزيد ولا ينقصه لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا والمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقا وليس في الإيمان شك كما أنه ليس في الكفر شك لقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا وقوله أولئك هم الكافرون حقا والعاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون حقا وليسوا بكافرين العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان فإن الحائض يرفع الله تعالى عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال رفع عنها الإيمان أو أمرها بترك الإيمان وقد قال الشارع دعي الصوم ثم قضيه ولا يجوز أن يقال دعي الإيمان ثم قضيه ويجوز أن يقال ليس على الفقير الزكاة ولا يجوز أن يقال ليس على الفقير الإيمان وتقدير الخير والشر كله من الله تعالى لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره لصار كافرا بالله تعالى وبطل توحيده ونقر بأن الأعمال ثلاثة فريضة وفضيلة ومعصية فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدرته وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوم والفضيلة ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوم والفضيلة ليست بأمر الله تعالى وإلا كانت فريضة لكنها بمشيئته ومحبته ورضاه وقدرته وقضائه وحكمه وعلمه وتوفيقه بعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة المقارنة وتخليقه أي تكوينه لأن الله خالق أفعال العباد كما سيجيء البحث في ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا بمحبته وبقضائه لا برضاه وبتقديره لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ ونقر بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره بل هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقرؤ بالألثنة محفوظ في الصدور غير حال فيها والحبر والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال العباد وكلام الله تعالى غير مخلوق لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة القرآن لحاجة العباد إليها وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم والله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقرؤ ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكرين الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وكل من كان أسبق فهو أفضل ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي ونقر بأن العبد مع عماله وإقراره ومعرفته مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعله أولى أن تكون مخلوقا وأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون والله تعالى خالقهم ورازقهم لقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم والكسب حلال وجمع المال من الحلال حلال وجمع المال من الحرام حرام والناس على ثلاثة أصناف المؤمن المخلص في إيمانه والكافر الجاحد في كفره والمنافق المداهن في نفاقه والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيمان وعلى المنافق الإخلاص لقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ يعني يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَطِيعُوا وَيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آمِنُوا وَيَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ أَخْلِصُوا والاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغنيا عن الله تعالى وقت الحاجة وهذا خلاف حكم النص لقوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء ولو كان بعد الفعل لا كان من المحال لأنه يلزم حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة ونقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها لأن الحديث ورد هكذا فمن أنكره فإنه يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي الإفطار قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ونقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتبه فقال القلم ماذا أكتب يا رب فقال الله تعالى أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ونقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة وسؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لأهلهما لقوله تعالى في حق المؤمنين أعدت للمتقين وفي حق الكفرة أعدت للكافرين خلقهم الله للثواب والعقاب والميزان حق لقوله تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة وقراءة الكتب حق لقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونقر بأن الله تعالى يحيي النفوس بعد الموت ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق لقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق لكل من هو مؤمن من أهل الجنة وإن كان صاحب الكبيرة وعائشة بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين وأم المؤمنين ومطهرة من الزنا بريئة عما قالت الروافض فيها فمن شهد عليها الزنا فهو ولد الزنا وأهل الجنة في الجنة خالدون وأهل النار في النار خالدون لقوله تعالى في حق المؤمنين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وفي حق الكفار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تمت وصية أبي حنيفة في التوحيد جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع